في ميتنج مع أميرة إكزاكتب نديم فخري انتي نسيتي ولا إيه؟ لا مش ناسيها بس أنا النهاردة لفدي الميتنج ولا الشغل من أصله خلي رامي أب معاها ويشوف طلبتها إيه على فكرة قرية دي رامي قاعد معاها بس المفروض إن كان جايبها عشان تقابلك وتخلص الدين معاها جرائياً وا بقولك مش جاية غير لما أتطمن على بنتي عايزة تستنى أهلاً وسهلاً مش عايزة مع السلام أنا معنديش حد أهم من بنتي أوف تناسيت خالص ديرانة عندها مستشفى النهاردة طب خلاص خلاص خليكي براحتك انتي محتاجة حاجة؟ طيب أوكي خلي باقي ما أرسل باعاً باعاً بقولك إيه؟ ما جاتش الحاجة دلوقتي إيه النظام؟ بنتها عندها ساشن كيمو وإحنا مش حنخلص من حوار بنتها ده؟ محرام عليك هو ده مرض عادي ده كانسر طب نهايتها إيه؟ جاية ولا مش جاية؟ جاية جاية بس مش دلوقتي والخمسين مليون اللي قاعدة جوا دي يا ولها إيه إيه دماغي معاك بالغلط؟ إيه مش بقت أنتمتك وحطتها في جيبك الصغير؟ روح ثبتها في أي حاجة لحد ما غالك تيجي ماشي، هعمل كده وأبو كده كمان ماشي يا بو كده ايوه يا ملك، ألف سلامة على الرونة الطمانيني عليها عامل إيه الوقت تحبي يجي لك المستشفى؟ لا مرسي خليك أنت بس عاج مع صاحبتك دي وشوف لي الجيم ده يتلعب بكم وإزاي؟ طيب تمام وأنا لما خلص أبأ جيلك ماء إيه ده؟ مين اللي بديها العصير ده؟ بنتك كت عطشان عايزة تشرب حاجة؟ سيبها تموت بالعطش؟ أخي إن شاء الله أنت خير، فيه إيه؟ ملكه دول اتنين، بتعايل إيه؟ هو محدش فاهم البني آدمة دي إنه ما ينفعش البنت تاخد أي حاجة إلا بعد الجلسة بساعتين على الأقل؟ طيب خلاص، حصل خير خير؟ أنا مش عارفة أصلا إيه اللي جابها هانا دي؟ أنا غلطان إني لها تطمن عليها، واسعي حازم، أنا في العربية يو شام، يو اسمعي جالسة، حاولي رجعي يلا 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 أنا عارفة إنك بتبيعت شام، بس لازم تذكر يا حبيبتي، مكش مش أول مرة هزي، مش عايزك يا مدينة هانت، وهانت قوي كمان، را ترجعي زي الأول وأحسن، ترعي وتتنططي وتروح بمدرسة، وش عارك، وش عارك دايب أحلم الأول كمان، أنا مشاوث أسحنا، لتركك يا حبيبتي، هاتف تقولي الشكيدة تانية مرحلة خطرية هاتف توليش تانية أسحنا، هاتف تروحي أن دبابي لا أردا؟ مش عايزة لكي تتشاقي ما أأكده كتير فأنا هو أغسر من كده لا يا حبيل ما مش سوري احنا لسه ما اتكلم ناشت فيه تفضلي اتكلمنا قلت لك مليون مرة مستحيل لا 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 أميرة لا ما فيش مستحيل اللي أنا عرفه إنك بتحركي نديم فخري زي ما انتي عايزة يا بس دي مراته عارف يعني مراته يعني عايزني أقوله إلغي العقد مع مراتك ونسحب الشغل ونودي إيجنسي تانية آه 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 عايزك تقوليله كده ازاي يعني ما عرفش نديم أنت محتاج تشوف ايدياس جديدة عشان اعلاناتك ولو لموسم واحد هاتمعرفش وانا اللي أقولك تقولله إيه راشا دي صعب وبعدين دهو عمل لها الإيجنسي دي كلها عشان شغل المجموعة كله يبقى عن طريقها مش هقدر لا أميرة انتي جيت الحد هنا إيبقى هتقداري لا يا حبيبي أنا جاية تعرف على ملك الجرح عشان تديني الشالي بتاع هاسيان ده كريدت مش كاش طب إيه رأيك بقى ان هي حتديهولي الكادو وعليهم دول كمان لا أنا عارف الموضوع صعب جدا ومحتاج تفكير أنا فاهم طبعا شفت بقى ديك أخرتني زي ما نوصل المجموعة ناديم أه هقول له إيه لا أنا عادي متوضيش علي إحدى قيله لحد ما نعرف هو فين يمكن لسه مراحش تصدق فكريا تصدق فكريا شوف لي أميرة فين فورا تحت عمرك عاديم بيه هو أنت لو ياخدها معاك من مزرع ولا إيه؟ صباح الخير أنا مقدرة اللي بتا فيه وعارفة أنك معتمد عليها بس حكاية أميرة دي بقت أوفر أوفر قوي كمان دي بتزهر معاك أكتر مني وساعات الصحفيين بينشروا صورها جنبك ويكتبوا مراته راشا محجوم أيوا راشا محجوم ما كتبوش بقى أميرة ما عرفش إيه ليه؟ عشان بتجاوز راشا مش أميرة ومش هتتجاوز غيرها يا روح أدي وعارف لو فكرت بحياة بنتي أقطعك بسمي يا أطوطة أنت يا حليل مش فقدة أنا للكلام دي اللي شوحنا بسبعة صفاة عشرة مليون دولار طارين على الصفاة يا حبيبي فادك فلوس الدنيا كلها وبعدين هو أنت هتغلب يعني؟ اللي ما تبعش بره يتبع جو هو بيعها المشكلة رفضاء هو المشكلة عارف يعني إيه مركب ترجع باللي فيها في البحر يعني اسمي عندهم يتهز طب ما تحول معهم تاني يمكن يقبلوها ما بيهزروش دول إيه؟ رفضوا بعدين ثانية واحدة موسيقى 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 أنت فيهم الصوت؟ خلاص أجل آي نادرس قدر كله في مكتب متبلغين في المجرعة أنا أساكر لهم بالليل يستنوني كلهم كلهم بما فيهم الدكتور اللي الشحنة رفضت بسببه نعم أما جيلك بقى طب والله العظيم الدكتور ده مزلوق عليك لو لوحده وأقول آه لكن ده فيه سوبرفايزر ومانيجر وهم رأي بجودة وأنا أقل لهم إن الاتحاد الأوروبي مانع إن البقر تحقن بالهرمونات دي بقى إيه بقى؟ هم اللي إيه يعني؟ بيتصرفوا من دماغ هم ما عرف كل حال معلش يا حبيب روى إنت بس وبتكر إن هيما حصل لك أكتر من كده المرات دي فيه حاجة مش مظبوطة ماركة بترجع بالبضاعة اللي عليها وبعدين إشاعة الفورمالين اللي في الجانة وغرقها السوشال ميديا إنترنت ما بيتكلمش غير عن نديم فخري وكأنه ما فيش حاجة في البلد غيري في حاجة غلط آه معلش أتجي لي صرف الشيك الأخراني لحد أنا أشوف السيولة إيه أوكي بوصل لي ليجي لما ترجع لمدرسة ما أنت هتكوني خاركتي أنا مش رايحة للإيجنسي بس احتمال أخرج مع داليا بالليل شوية بقول إحتمال لسه نديم يا حبيب بيس حاول تسافر بدري طريق العلمين ده ضلم قوي وحاول ما تسوقش بنفسك تمام بذكر وما تقلقنيش عليك لما كلمك رد بليس بليس شكرا شكرا شكرا